نحن تقريبا من شهر نفس الشيء بعد قادم الصيام ممنوع لأنه بعد أخذ أدوية فما أعرف هل من الشهر اللي إذا إن شاء الله استويت يعني ردت الحياة الطبيعية وستوزينة هل من أرد أصوم العشر سنوات هاي كلها لأنني كنت أفطر عن نفسي قبل فأعرف يعني إذا استويت إن شاء الله ردت حياة طبيعية ثم الأيام السنوات اللي طافت والعشر سنوات هاي محمد كلها أفطرتيها ها أفطرتها بس في الغسيل يمكن صمت عشر أيام بعدها حسيت أمري يعني أني تعبت عن شوية وحتى الدكتور يعني فيه واحد ثاني بعد سألته قال مفروض اللي يفوق غسيله لكله ما يصوم نعم صحيح أفهم أفهم محمد تسمعيني شكرا 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 مرحب أختي مرحب فضلي أمت الله أمت الله من العراق تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندي كم سنواتي فضل أختي يعني نواتي تهاب للأمرة إن شاء الله خلال رمضان وأود يعني هل يجوز الدعاء لنفسي أو لغيري أو الدعاء على من ظلمني خلال أداء ماسك الأمرة بعد أن أنتهي من المناسك وكيف على من ظلمك نعم وكيف يكون الدعاء إن شاء الله وما هي الأذية التي تقال أثناء أداء مناسك الأمرة وهذه الأمرة عن الميت لازم تكون من الميقات وكيف أنه يعني أعتمر عن الميت أنت ناوي تعتمرين عن نفسك أو عن غيرك عن نفسي وبعدها يعني يعني حاضر لشهر رمضان كلها يعني في اللعبة الأمرة فأعتمر عن نفسي وبعدها يعني أعتمر عن الميت طيب والأسئلة عن الزكاء أيضا لدينا سهم الاستثمار ولم نقض الربح يعني يطهل عليه الزكاء ما قبضت الربح لا يعني صارنا بتلقي من من أشهر إيش هذا النوع الاستثمار ما هو يعني في المستشفى سهم سهم نعم طيب نعم ولدينا دار مؤجر نريد بيعه وقد عرضناه للبيع يعني منذ تقريبا خمسة أشهر يعني لكن لم يعني لم يتم بيعه فهل عليه الزكاء إن شاء الله يجوز وضع مرتب الشفاء يعني أثناء الصيام إن شاء الله يناصر الله يبارك فيك دكتور أهلا وسهلا طيب الأختمة محمد من فجيرة تقول يعني من عشر سنوات أصيبت بمرض الكلا وكانت يعني ما وصلت إلى مرحلة الغسيل ثم تقول منعت من الصيام وبعدين بدأت أغسل تقول الحمد لله الآن يسر الله وزرعة كلا وأشعر بأن نفسي الآن أحسن وكذا تقول يعني ماذا أعمل بالسنوات الماضية هل يعني أقضيها أم لا أختي أم محمد كتب الله أجرك وشفاك الله وعافاك والحمد لله على سلامتك هذه نعمة من نعم الله عن زرعتي يعني كلية تعينك إن شاء الله وتساعدك على بقاء جسمك في حالة جيدة الأمر الثاني أختي الفاضلة إذا كان الأطباء في ذلك الوقت قالوا يا أم محمد أنت ممنوع عن الصيام مطلقا لأن عندك الكلا فيها مشاكل والصيام يؤثر عليها وأطعمتي ما عليك قضاء يا أختي الفاضل مدام قالوا لك الأطباء هاك ممنوع تسومين أنت على خطر أما إذا كان الأطباء قالوا لك لا أنت عندك قدرة على الصيام لكن إذا غسلت خاصة فترة الغسيل إذا غسلت أفطري وإذا ما غسلت لا يعني ممكن تستمرين في الصيام ففي هذه الحالة واضح بأنك كنت قادرة على الصيام فتقضين هذه السنوات فتقضين هذه السنوات تقول لي والله لا الفترة الأولى كنت عاجزة الفترة الثانية بعد الغسيل صرت أفضل صرت أفضل يعني بمعنى قالوا لك الآن أفضل حالة مما سبق تقضين الأيام التي تركتها أيام الغسيل إذا أنت يا محمد تقولي والله الحمد لله أنا الآن زراعة كليا حاب أني أصم ما مضى ولا يشق عليك هذا الشيء ما في بس طيب كل أجر وخير يشق عليك الأطباء قالوا لك لا أصومي رمضان فقط الحمد لله ما أخرجتين من طعام مما سبق في مقابل الصيام ولا يكلف الله نفس إلا وسعها ولا ترهقين نفسك ولا يعني تدخلين في أمر ربما يترتب عليه مضاعفات بالنسبة لموضوع الكلا أمت الله من العراق تقول يعني أنا ناوي أروح العمرة بالنسبة للدعاء تقول بعد ما أدعو لنفسي يعني ممكن أدعو على من ظلمني أختي أمت الله بارك الله فيك ويسر الله لك العمرة والسفر إليها الأمر الثاني بالنسبة للدعاء أولا الدعاء مشروع في كل وقت الدعاء مشروع في كل وقت قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولذلك الدعاء في كل وقت الأمر الثاني بالنسبة للدعاء يعني في العمرة لا شك بأن العمرة نسك والدعاء فيها أفضل أيضا فتدعين الله عز وجل لنفسك ولوالديك ولأولادك ولزوجك ولأرحامك هذه فرصة لك أن تكثر من الدعاء بالنسبة للدعاء على من ظلمك إذا أردت إذا أردت فلك الحق لأن الله تعالى أذن للمظلوم أن ينتصر بالدعاء أذن للمظلوم أن ينتصر ومن جملة الانتصار الدعاء الدعاء قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ولذلك الدعاء تدعين الله عز وجل سواء في الطواف عند الملتزم أعتقد الآن صعب أنك تصلين عند الملتزم اللي هو بين باب الكعب وبين الحجر الأسود بين باب الكعب وبين الحجر الأسود هذا صعب جدا لكن في الطواف في السعي في الصلاة مثلا في السجود مثلا لكن بشرط أن لا تبالغي وأن لا تعتدي في الدعاء وأن لا تزيدي يعني بحيث يعني قد بعض المظلومين يصبح ظالم في دعائه يدعو على من ظلم وعلى كل من له قرابة بمن ظلم وهذا غلط ما يجوز و الله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد و أدرى في أحوال العباد فهو أعلم سبحانه وتعالى فأنت لا تعرفين الله و لذلك كان بعض السلف يعرض نفسه عرض على الله عز وجل حتى ما يسمي من ظلمه اللهم أنت أدرى بحالي اللهم أنت أدرى بحالي اللهم أنت أدرى اللهم أنت أعلم بمقصولي مثلا فيعني يوكل أمر إلى الله سبحانه وتعالى و لا شك بأن العفو عن من ظلمك هو أفضل فالله جل وعلا يقول والكاظمين الغيظة و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين و لمن صبر و غفر إن ذلك لمن عزم الأمور لكن ما يمنع المظلوم ما يمنع من أن يدعو على من ظلمه و هذه حقيقة رسالة لكل إنسان يعتدي على الآخرين أن يتق الله عز وجل و أن يعلم بأن هذا المظلوم يرفع شكاية إلى الذي على العرش استوى الذي بيده الأمر سبحانه وتعالى الذي إذا أخذ أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى الجبار المنتقم سبحانه و عز و لذلك على الناس أن يتقوا الله أن يتخلصوا من المظالم كثير من الناس يظلم و يعني يتساهل في هذا يتساهل في هذا و ينام هناك هناك من ظلمهم يقومون الليل يدعون عليه نسأل الله العافية و السلام فاتقوا الله يا أخواني اللي عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من ضرب بشرة أو من أي شيء من المظالم يتخلص منها الآن و يطلب الحل يطلب الحل يعني هذه الأخت أمت الله راح المكة هناك عند الحرم راح الحرم عند الكعبة تطوف و تدعو على من ظلمه تدعو على من ظلم ما يخاف الله هذا الظالم ما يتحرك شعور له أنا أعرف أناس والله ذهبوا هناك و طافوا و عند الملتزم دعوا على من ظلمهم فاستجاب الله دعاء استجاب الله دعاء يعني أعرفهم بأشخاصهم دعوا على من ظلم فاستجاب الله دعاء و لذلك الإنسان يتخلص من الظالم يعني بعض الناس يستهيل إذا أمكنتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك يتق الإنسان نفسه يعني بعض الناس الأسف الشديد يتساهل حتى مع الخدم حتى مع زوجة الإبن حتى مع أم الزوج مثلا يعني في البيوت في ظلم في ظلم بعض الناس يعتقل المسألة سهلة لا ما هي سهلة كتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربك أحد أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع أمت الله تقول ما هي الأدعية التي تقال أثناء العمرة مثلا و إذا يعني أردت أن أدعو أخت الفاضلة بالنسبة للأدعية ما عندنا دعاء مقيد و بالمناسبة أدعية الأشواط السبعة هذه بدعة من البدع هناك كتيبات و هناك أشياء توزع و تقال و تنشر على أن والله الشوط الأول له الدعاء مخصص و الثاني إلى السابع هذا من البدع فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام و لا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يوظفون أو يخصصون أدعية لأشواط الطواف السبعة أبدا بل الإنسان يدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل عليه إلا ما بين الركن اليماني و الحجر الأسود تقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار تعرفين هذا المكان لما تطفين الشوط الأول عند الركن اليماني ما بين الركن اليماني و الحجر الأسود هذا تقولين هذا الدعاء هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و تسألين الله من خير الدنيا و الآخرة في الطواف في السعي لما تصلين بارك الله فيك نعم فضل يوم علي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورث الله الوالدة عندها ورمت البن كرياس نعم وهذه تعالج منه سنة والدكاتري في مطر وفي اليمن منعوها من الصياء نعم هي قالت يعني أشتعمل أشتدي صوامة يعني تديها بدفعها أو لا كيف إن شاء الله والسؤال الثاني هي تتعب من الجرع بعد الجرع الكيماوي وصلي وهي جالسة لأن كثرة يعني آلة ميديها ورجلها صليها على قعود يعني ما يشعر عليها إن شاء الله أختم علي الله معك أهلا وسهلا فضل منورة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركاته الله تكفل عافية شيخ قبل أسبوع حصل نقاش حاج بين الأولاد وكانوا على الغتاء فقاموا وحلقوا معدي دوبهم الأكل هذا وجاء في الليل وصخنوا لهم أكله ما أدعي هذا علي كفارك يمين ولا وش ونفس الأكل لي نعم والأولاد بالغين يا منورة أي واي واكبر نعم إن شاء الله عبشري في السؤال الثاني أنا رحت السوق وكان أبدا تسوق أعطاني ولدي طاق حبته فحلفت أني ما أخذها أعطاها أخته وفي السوق هي بيدها قلت لها أحطيها بالشنطة أحطيها بالحلف ما شلها بأيدي كده قلت لها أحطيها الشنطة وأنا ما يشيل الشنطة ما أدري علي أنا كفارك يمين يعني البطاقة قد خلت شنطتك أنت أيها أنا ما شيلها أي وبعدين استخدمتيها لا لا ما استخدمتها طيب يا أم نورة أنت لما حلفت قلت والله ما أخذها قصدك ما تأخذينها تسحبين منها أو تصرفين ولا قصدك ما تشيرينها أبد لا لا قصديني ما أصرف منها ما شيلها يعني ما أخذ يعني أصرف منها أي هذا المقصد هذا المقصد طيب أنت الآن دخلتها البنت في الشنطة ورجعتها للولد رجعتها هو يدخل يدي يأخذها لأني لم أشلتها بأيدي لكن أصر أصر حلفك أنت من الأصر عساس أنك ما تستخدمينها أيو أيو طيب أبشريم نورة يالله شكرا يا شيخ مرحبا أختي مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخ الله يعطيك العافية يا رب يعافيكم مرحبا شيخ لو سمحت في بعض العوائل يكونوا محتاجين إلى سلعة غذائية فهل من الممكن أن أشتري لهم هذه السلعة الغذائية ولكن النية تكون منفلوز ذكاة المال إن شاء الله السؤال الآخر يا شيخ أفضر يعني قبل الأذان بدقائق معدودة سمعت أذان الموبايل وأشكل عليه يعني الموضوع وقعت أن الأذان عادي أنه الأذان أذان المنطقة يعني نعم فما الحكم هل صيام صحيح أم لا كم دقيقة تقريبا دقيقتين ثلاث دقائق نعم شاء الله يا مريم شكرا يا شيخ معك عفوا مرحبا طيب أرجع الأخت أمت الله بارك الله فيها تقول أنا ناوية أجيب عمره عن الميت في سفرتي عفوا تقول كيف تكون يا أختي أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لتكرار العمرة في السفر الواحدة هذه محل خلاف بين العلماء والراجح بأن المعتمر ما يكرر العمرة في السفر الواحد لأن العمرة هي الزيارة العمرة نسك العمرة في اللغة الزيارة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر العمرة في السفر الواحد أبدا و ما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنه أنهم كانوا يكرر العمرة في السفر الواحد بل كبار التابعين لما بدأت هذا الأمر ينتشر كان ينكرون منهم طاوس بن كيسان اليماني هذا من أئمة السلف كان يقول ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون و لذلك اخت الفاضل أبارك الله فيك العمرة هذه خليها لنفسك وبالنسبة لأمواتك ادعي لهم هناك في الطواف و السعي و في الصلاة إلا إذا سافرت مثلا رحت المدينة و رجعت المكة و حاب أنك تجيبين عمرة تحرمين من ميقات ميقات المدينة و تنوين عمرة لأمواتك اجمعيهم بعمرة واحدة ما دام أنهم قد اعتمروا في حياتهم مثل الوالد و الوالد إذا كانوا قد اعتمروا في حياتهم و أنت داخله تنوين هذه العمرة ثواب هذه العمرة لوالديك مثلا يكفي و هذا أحد الأقوال في المسألة و هو قول يعني له وجه أنك تعتمرين و تهيبين ثواب العمرة لوالديك أما إذا كان لا ما اعتمروا أو أحدهم ما اعتمر لا تقع العمرة عنه تقع العمرة عنه يكون تكون العمرة عن هذا الميت و أيضا أخت الفاضلة أكثر من الطواف الطواف ولله الحمد عبادة لو تطفين كل سبعة أشواط صلي ركعتين هذه عبادة و ممكن تهيبين ثواب الطواف للميت في القول الراجح يعني تطفين و تسألين الله عز وجل أن يكتب أجر هذا الثواب لميتك فلان مثلا و الدعاء أخت الفاضل أعظم شيء يصل الميت الدعاء و هذا الناس يتسهلون فيه الناس الآن يركزون على الصدقة يركزون على الحج على العمرة الصحيح هذه فيها نصوص لكن أفضل شيء الدعاء و هذا الدعاء يسره الله عز وجل في السفر و في الحضار و في الصحة و المرض و في الصلاة و خارج الصلاة و هكذا فأكثر من الدعاء لأمواتك بارك الله و فيك عامة الله تسأل تقول عندي سهم استثماري في مستشفى و لكن ما قبضنا الربح بعد و هذا من ثمنة أشهر تقول ما حكم الزكاة أخت الفاضلة الزكاة تجب بشرطين زكاة المال تجب بشرطين أولا بلوغ المال النصاب و الثاني حولان الحول على هذا النصاب و بالنسبة للأسهم الاستثماري الزكاة في الأرباح لا في أصل السهم فالراجح من قولي الفقهاء المعاصرين الزكاة في الأرباح و ليس في أصل السهم لأنه استثماري تحول إلى أمر استثماري شيء استثماري أما إذا كانت مضاربة في الزكاة في سعر السهم السوقي مع الأرباح وما دام أنكم ما استلمتم الأرباح ما عليكم زكاة يا أخت الفاضل حتى لو كان ساهمتم قبل ثمن أشهر حتى تقبضون إذا قبضتم الربح تستقبلون به سنة جديدة ما تزكين مباشرة يعني الآن قبضت الربح مثلا في رمضان في رمضان القادم تزكين هذه الأرباح إذا بقيت و ما صرفتها إذا بقيت و ما صرفتها بارك الله فيك أمت الله من العراق تقول عندنا دار مؤجرة عرضناها للبيع لكن ما يعني أحد اشتراها إلى هل عليها زكاة؟ أخت أمت الله بالنسبة للدار المؤجرة الزكاة في أجرتها إلا إذا تحولت إلى عرض من عروض التجارة و أنت ذكرت الآن بأنك عرضتها للبيع من ساعة عرضكم الدار للبيع تحسبون فإذا كملت سنة كاملة و ما أحد اشتراها تقيمون الدار بسعر السوق وتخرجون زكاة لأن عرض من عرض التجارة أصبحت الآن أصبحت عرض من عرض التجارة العرض هو الذي يعرض و يزول الآن ما زالت بعد موجودة إذن تخرجون زكاة عندما يكتمل حول كامل حول كامل بارك الله فيك يا أمت الله أمت الله من العراق تسأل تقول هل يجوز استعمال مرطب الشفائف أثناء الصيام الجواب نعم يجوز للمرأة و للرجل أيضا أن يستعملوا مرطب الشفائف أثناء الصيام ولا حرج في ذلك بل أنا ذكرت في لقاء سابق أن المرأة يجوز لها أن تضع ما يسمى بالروج مثلا أثناء الصيام ما يضرها تستعمل المساحيق تستعمل الكريمات المراهم هذه الكريمات والمراهم الجلدية السطحية ما لا علاقة لا تضر الصوم حتى لو وجدت طعمها في لسانها ولذلك مرطب الشفائف الروج المراهم المساحيق كل هذه جائزة للصايم و لله الحمد و المنة ناصر من العين يقول أنا عندي نية العمرة بالنسبة للزكاة يقول ممكن أعطيها للعمال في المسجدين الشريفين ناصر بارك الله فيك رضي الله عنك وتمم الله سفرتك و قبل الله إن شاء الله عمرتك مقدما أخوي الفاضل بارك الله فيك الأفضل أنك تعطي الزكاة في البلد اللي أنت فيه تعطي الزكاة في البلد اللي أنت فيه تشوف الفقراء المساكين أو تعطيها صدوق الزكاة هم يتولون توزيعها مثلا و لا تأخذها معك هذا الأفضل و الأكمل و أعطيك فائدة أن بعض الناس الآن يأخذ الزكاة و يوزعها في الحرمين يعتقد بأن دفع الزكاة في الحرمين لفضل ما في فضل ذيك الصدقة صحيح الصدقة نعم لكن الزكاة لا الزكاة فريضة و واجبة الزكاة فريضة و واجبة ركم من أركان الإسلام تأدي في مكة في المدينة في بلدك يستوي الأجر هذا أسقط ركم من أركان الإسلام و الأصل أنك تؤدي زكاة ما لك في بلدك لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما في حديث من عباس لما بعث معاذا إلى اليمن ثم قال له فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدق يعني زكاة تأخذ من أغنيان فترد في فقرائهم فترد في فقرائهم فلذلك أخوي الفاضل تحرص على أن تدفعها في مدينتك تقول لي والله أنا ما أعرف إلا فقراء قليلين و يزود عندي عليك بصندوق الزكاة مثلا أو استعم بالجمعيات الخيرية أو بالهلال الأحمر يساعدونك في الوصول إلى الفقراء و المساكين و الغارمين الذين يستحقون الزكاة أم علي من اليمن تقول للوالدة عندها مرض في البنكرياس الأطباء منعوها تقول يعني الآن تريد أن تطعم كيف يكون الإطعام أم علي بارك الله فيك و شف الله الوالدة و عافاها و كتب الله أجرها يا رب بالنسبة لها ممنوعة من الصيام بأمر الأطبة إذن تجتني بالصيام للحالة الحرجة الصحية التي تبر فيها إذن الواجب عليه أن تنتقل إلى الإطعام و ذلك لقول الله عز وجل و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قضية الإطعام طبعا الآن دخل شهر رمضان دخل شهر رمضان الآن إما هي طبعا على أحوال إما أن تطعم يوميا مسكين كل يوم تطعم مسكين هذا طيب و هذا أفضل الأحوال الحالة الثانية أن تطعم بعد مرور أيام يعني مثلا كل أسبوع مثلا إحنا متى يوم السبت الجمعة يوم الجمعة تطعم عن سبعة أيام الماضية و الجمعة اللي بعده و هكذا حتى يقولون غدا نعيد مثلا آخر هذا تطعم عن عن ما سبق من الأيام هذه الحالة الثانية أو كل عشرة أيام مثلا عشر أيام الأولى تطعم عن ما سبق و العشر أيام الثانية و هكذا حتى تنتهي إذا ما حصل أطعمت لو في شوال مثلا إذا ما استطاعت لو في شوال لكن أفضل أن تطعم يوميا أو تطعم كل يعني مرور بعد مرور أسبوع عشرة أيام تطعم عما سبق وتطعم مسكين عن كل يوم المسكين طبعا وجبة تشبع فقير أو مسكين وجبة مثل شوفوا الطعام عندكم يا أم علي في اليمن ما هو الرز مثلا الرز ولحم وإيدام هذا اللي يطعم أو الوالدة تسوي عشاء أو أنت تسوي للوالدة عشاء مثلا وتعزمون عليه مثلا فقرة ومساكن فقرة ومساكن أو تقول الوالدة لصاحب مطعم تثق فيه تقول لهذا مبلغ مالي أطعم لي ثلاثين مسكين سواء في آخر رمضان أو في شوال الأمر واسع ولله الحمد والمنى أم علي تقول الوالدة يعني بعدما أخذت الجرع الكيماوي أصبحت تصلي جالسة تقول ما حكو بذلك أختي أم علي بارك الله فيك يقول الله عز وجل فاتق الله ما استطعته ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلاجها فالوالدة مدام أنها عاجزة عن القيام بسبب الجرع الكيماوية شفاها الله وعافاها تصلي جالسة ولله الحمد وتصلي متربعة تعرفين التربع اللي يجلس الإنسان يدخرج ليه مع بعض يجلس على مقعدتي وهذا يسمون التربع وتحط إديها بهذا الطريق الله أكبر وتصلي إذا جاء الركوع تقول الله أكبر تومي برأسها سبحانه رب العظيم سمع الله لمن حمين ثم تومي برأسه أكثر إلا إذا استطاعت السجود تسجد إذا تقول لا أنا أستطيع أسجد وأنا جالسة تسجد ما تستطيع تومي إيماء برأسها يعني أقل من أو أخفض من الإيماء في الركوع وتصلي كأنها واقفة وهي قاعدة و صلاة تكون بإذن الله صحيحة لماذا لعجزها والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أم نورة من السعودية تقول قبل أسبوع حصل نقاش حاد بين أولادي وحلفوا أنه ما يذوقوا هذا الأكل في الليل تقول صخنوا الأكل وأكلوه أو صخنوا لهم وأكلوا ماذا عليهم أم نورة بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان في ساعة الغضب ينتبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب والله جل وعلي وقل والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والأمر الثاني بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يحفظ أيمانه قال تعالى واحفظوا أيمانكم النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن اليمين ولذلك الإنسان لا يحلف على أي شيء الأمر الثالث مخرج وفرج بالنسبة للإنسان الذي يحلف على عدم فعل شيء أو فعل شيء هو يحتاج إليه مثل الطعام يعني الآن أولادك حلفوا بالله أنه ما يأكلوا هذا الطعام وبعدين أكلوا إذن على كل واحد منهم كفارة يمين لقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ولذلك على كل واحد منهم كفارة يمين الواردة في قول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فعلى كل ولد ممن حلفها قال والله أنا ما أكل من هذا الطعام ثم أكل منه يروح يطعم عشرة مساكين والحمد لله الجمعيات موجودة عندكم ممكن يعطون الجمعية يوكلون الجمعية يطلعون عنهم إطعام كفارة كفارة الحلف يطلعونها الجمعية بارك الله فيك يا أخت نورة تفضلي يا سارة السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله شيخ الله تعطيك العافية الحين أنا كل سنة أختم القرآن الحمد لله هل من الواجب الضروري ختمة القرآن في رمضان ولا هي فقط فدقة ، أجر أكصد إخت سارة أعيد السؤال لو سمعت أعيد السؤال السؤال كل سنة أنا أختم القرآن كل سنة تختمين بالسنة يعني لا لا في شهر رمضان أكصد في شهر رمضان تختمين نعم كالختمة كالعادة يا شيخ يعني هل الختمة في ناس عندي يقولون أنه واجب أنك تختم القرآن يعني قصدك إذا ختمت أكثر من مرة يعني؟ إياها يعني هو سنة أم لا واجب ها قصدك الحكم يعني أيوة إن شاء الله السؤال الثاني جزاك الله خير التفريش الأسنان بالمعجون فيها زي الطعب زي المعناع كذا هل عادي أم لا؟ إيش هذا؟ التفريش الأسنان بالمعجون فيها معجون الأسنان أيوة هل عادي فيه طعم يعني؟ إيه إن شاء الله يسعر الله يذكر مرحب أختي أبد الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله كيف العالي شيخ مرحب أخي أبد الله الشيخ عندي استفسار بخصوص صلاة التراويح أيوة فالتراويح ما صارت جماعة إلا في عهد عمر بن خطاب نعم فالإمام من يقول من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة كاملة نعم أعطاها أخته وحطتها في شنطتي وقلت له على أساس أن يأخذها تقول عليه شيخ أختي نورة بارك الله عفوا أم نورة بارك الله فيك بالنسبة لك ما عليك شيخ ما دام أنك ما استعملتي لأنك أنت حلفتي أنك ما تأخذين البطاقة ليس المقصود أنك تلمسينها لا المقصود أنك تستعملينها لأن طلبتها من الولد يمكن تلكها أو إلا شيخ وحلفت أنك ما تأخذينها ما عليك شيء ولله الحمد ما دام أنك ما استعملتي إذا استعملتيها حاسبتي فيها وإلا سحبتي منها عليك كفارة يمين أما وقد ذكرتي بأنك ما لمستيها وحطتها في الشنطة عشان يأخذه ما عليك شيء ولله الحمد مع تأكيدي على قضية الانتباه إلى مسألة الحلف وحفظ اليمين وتعظيم اليمين من تعظيم الله عز وجل لأن الإنسان إذا أكثر من الحلف هذا يجعل يستمر الحلف حتى يحلف بالحق والباطل وبالصح والغلط وعلى كل شيء فتنبئ يا أختي أمنورة بارك الله فيك مريم من الفجيرة تقول يعني بعض العوائل المحتاجين إلى السلع غذائية تقول هل يمكن أني أشتري هذا من فلوس الزكاة أختي مريم بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا وهذه يعني من خلال سؤال الأخت مريم أوجه نصيحة إلى كل من يشاهد أن يتق الله في الزكاة وللأسف الشديد الآن كثير من الناس أصبحوا يقلبون زكاة المال إلى سلال غذائية وهذا غلط الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية قال العلماء اللام للتمليك وجماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة المال ما تقلب إلى أشياء عينية لا تقلب إلى مواد غذائية ولا تقلب إلى أجهزة كهربائية ولا تقلب إلى كذا يعطى الفقير الفقير أدرى بحاله يعني لماذا الآن أنا ألزم الفقير أن يأكل الشيء اللي أنا أشتري له الله عز وجل ما أمر بذلك ما أمر بذلك فلا تتساهلوا يا أخواني في موضوع الزكاة هذا بابه الصدقة التبرع هذا بابه الوقف مثلا نعم هذا بابه الصدقة عريض وكبير اشتروا مواد غذائية اشتروا بطانيات اشتروا السلال غذائية اشتروا مكيفات أجهزة كهربائية هذا صدقات هذا باب الصدقة الزكاة حساسة جدا الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل ولذلك جماهير السلف والخلف على أن الزكاة ما تحول زكاة المال ما تحول إلى أعيان ما تحول وإن كان في قول فهذا قول ضعيف يصادم النصوص الشرعية يصادم عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين فلذلك أختي ما تتحولينها إلى سلال غذائية أو إلى مواد غذائية وإنما تعطينا المال للفقير الفقير أدرى الفقير أدرى بكيف يستعمل هذا المال الآن بعض الناس يلزم الفقير أن يأكل اللي يريد هو يقول له والله خذ هذا الطعام وبعض الناس الآن يروح يشتري لحم يقول أعطي الفقير الفقير ما يريد لحم عنده شيء يغنيه عن اللحم عنده ضروريات عنده حاجيات أفضل من أكل اللحم أفضل من أكل اللحم بعض الفقراء مهدد بالسجن إذا جبت له الزكاة وعطيته النقد فرجت عنه كربة من كرب الدنيا وفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام وإن كان هذا بابه الصدق لكن أنت فرجت فرجت راح يسدد الديون اللي عليه يسدد الالتزامات اللي عليه فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم مريم من الفجيرة تقول أنا أفطرت قبل الأذان بدقيقتين تقريبا لأني سمعت أذان الجوال وظنيت أذان المسجد ما حكم صيامي أختي مريم بارك الله فيك بما دام أنه حصل خطأ أخطأتي ظنيتي بأن المسجد هو الذي أذن وتبين بأن المنبه الجوال هو الذي أذن ما عليك شيء لقول الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى كما في الحديث القدسي عند مسلم قد فعلت ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأي إنسان أخطأ أفطر خطأ أن يظن بأن الأذان أذن سمع مؤذن وكذا ما علي شيء ولله الحمد والمنا معه واجب الاحتياط واجب الاحتياط وأنا أنصح كل واحد في المدينة يلغي تطبيق الأذان لأن سنويا سنويا تجينا مثل أسئلة سواء أذان المغرب أو أذان الفجر أنا نصيحتي كل إنسان يشيل تطبيق الأذان في رمضان لأنه يخطأون أغلب الناس أغلب الناس يخطأ وبعض الناس يسافر مثلا يسافر للجهة الغربية منطقة الغربية مثلا و جواله حاطة في المنطقة الشرقية يأذن و يأذن و يفطر و الشمس باقي عليه خمس دقائق يفطر على الجوال على التنبيه على التنبيه اللي في الجوال فنصيحة ألغوه حتى لا تتورطون لا تتورطون لأنه هذا قد يكون من التساهل هذا و الصائم يجب عليه أنه يعني ينتبه و يحرص على على صيامه سارة من السعودية بارك الله فيها تسأل أن حكم ختم القرآن تقول أنا أختم القرآن مرة في رمضان ما حكم ذلك سارة بارك الله فيك و رضي الله عنك و كتب الله أجرك ختم القرآن و قراءة القرآن من السنن المستحبة في قول جماهير أهل العلم و قراءته من فضائل الأعمال و لذلك القرآن هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ و إليه يعود الحرف فيه بحسنة و الحسنة بعشر أمثالها يقول النبي عليه الصلاة و السلام لا أقول ألف لا ميم حرف و لكن ألف حرف و لا من حرف و ميم حرف و قراءة القرآن تتأكد في شهر رمضان تتأكد قراءة القرآن في شهر رمضان لماذا؟ لأنه شهر القرآن قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال كان السلف الصالح يتفرغون لقراءة القرآن في رمضان فهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك كان يفر من دروس الحديث و الفقه و يتفرغ القرآن و كان كثير من السلف يختمون في القرآن ختمات كثيرة ختمات كثيرة يعني و يزداد تزداد الختمات في العشر الأخير من رمضان و لذلك اخت الفاضلة تختمين كل سنة مرة نعمة طيب لكن زيدي زيدي ليختم مرة و يستطيع أن يختم مرة يستطيع أن يختم مرتين و ثلاث و أربعة صلى الله تعالى أنه يكتب لك الأجر أم فيصل السلام عليكم شوخنا عليكم السلامة الله شوخنا أنا عندي متلازمة شوكراً اللي هي هاي المتلازمة الجفاف التام بسبب إصابتي في مرض الزئبة الحمراء نعم و خلال الصيام عندي جفاف تام في الحلق فأضطر أني أتنظم يعني عساس أني أرطب شوي الثاني و كرمس يتكون عندي يعني بلغاً في الحلق فأضطر أني أطلع هل يجوز أو لا يجوز إن شاء الله ينفيصل بارك الله فيك يا شيخ مرحبا أختي أهلا أم محمد اليمن السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله عندي سواء لني شيخ تفضلي أقول لك عمت زوجي أي راحة أم محمد حاول يا أم محمد مرة ثانية تفضلي يا سارة سارة من ليبيا تفضلي يا سارة السلام عليكم و رحمة الله عليكم السلام و رحمة الله و بركاته مبارك عليكم الشهر يا شيخنا الله يبارك فيك أحفظك يا شيخي عندي أربعة ثانية تفضلي الشيخي سؤال أول يوم كبيرة رمضان انتشهر على وسائل التواصل منية صيام شهر رمضان كاملة أعيدي أخت سارة أعيدي لو سمحت فيه أول يوم فيه كبيرة شهر رمضان أول يوم من رمضان انا كبيرة كبيرة شهر رمضان عفهم إيش الكبيرة 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 كبيرة شهر رمضان إيش معنى كبيرة شهر رمضان يعني قبل رمضان بيوم قبل رمضان بيوم تسمونها كبيرة أنتم طيب انتشر على التواصل الاجتماعي لتنسوا نية الصيام شهر رمضان كاملا نعم يعني يا شيخ خال هذا الكلام صحيح وكانوا يكتبون عن الشهر اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كامل بهذه الطريقة أن يقولونها شعلا يا شيخ ما معنى قول إيمانا واحتسابا في حديث النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شعلا بلاتا وحكم ووضع غيطاء على صفرة الأكل وأواني مكتوب عليها رمضان كريم ويستعملونها يا شيخ في الأكل والشرف شعلا أربعة كيفية الصلاة إذا مثلا في قيام الليل أو الترويح يعني أراد الشخص أن يجلس يعني يجلس بس في القراءة من ركور والسجد يستطيع كيف يا شيخ يكون القراءة بعد الفاتحة يجلس يعني بعد التكبير أو ماذا يعني قصدك يريد أن يطيل من قراءة القرآن نعم نعم إن شاء الله يا سعلا يا شيخي ما ليس نصيحة بعد إذنك تضغلي أنا أتمنى يا شيخي أن أقدم نصيحة لمن لديه أم أو أب أمين لا ينسوهم من قراءة يقرأوا معهم القرآن يا شيخ بشهر رمضان شعلا أنصح حمد يا شيخي أنه لما يتوفر حيكون في ألم عند الأبناء أنهم ما ختموا معهم إن شاء الله يا سعر أبشري شكرا على النصيح فضل يا صالح صالح السلام عليكم عليكم السلام وإحسن الله شيف حالك يا شيخنا مرحب ومسهلة طويل عمرك أنا سألك بالنسبة للذكاة تعرف الحالة في اليمن الأيام هذه تعبانة نعم فذكاة المال إذا مثلا الأهل هناك في ناس تعبانيين ونرسلها لهم وناس يعني معروفين أنه تعبانين ما عندهم أشخاص تعرف كل شيء غالي عندهم منافر اليمن أبشري شعلا أبشري أصالح طويل عمرك شكرا مرحب طيب أرجع إلى الأسئلة الأخت سارة من السعودية تسأل تقول بالنسبة لمعجون الأسنان تقول هناك معجون أسنان يعني يوجد فيه نكهات وطعم ما حكم استعماله للصائم يجوز يجوز للصائم أن يستعمل معجون أو فرشات الأسنان حتى ولو كان مجتملا على شيء من النكهات أو الطعم بشرط أن يلفظ الماء أن يلفظ المعجون ولا يدخله إلى جوفه فإذا كان يضمن أن لا يدخل إلى جوفه شيء صيام الصحيح ولله الحمد منه إذا كان يخشى بعض الناس يقول لك أنا ما أضمن نفسي أنا لتجربة سابقة نقول له لا لا تفعل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لليقيطة بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب الاحتياط حتى لا يدخل شيء إلى الجوفه فإذا كان الشخص يقول والله ما أضمن أنا لي تجربة ما استطعت أني ألفظ الماء أدفع الماء نقول لا تفعل أما إذا كان شخص معتاد على فرشات ومعجون الأسنان لا شيء عليه حتى لو كان في طعم يعني بعض الصائمين يظن ما دام أنه شعر بطعمه في لسانه خلاص أفطر لا غير صحي الآن يجوز للصائم أن يتذوق الطعام ويلفظه وإن كان بعض العلماء يكره لكن الراجح الجواز إذا احتاج إلى ذلك عبد الله بن العين يسأل يقول بالنسبة لصلاة التراويه يقول المعلوم بأنها شرعت في عهد عمر إمام مسجدنا يقول قال حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لصلاة التراويه سنه النبي عليه الصلاة والسلام وليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى التراويه الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فازدحم الخلق حتى امتلأ المسجد وامتلأ يعني كثر الصحابة حتى جاءت الليلة الرابعة فانتظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج ليصلي بهم فلم يخرج فكان بعض القوم يتنحنح حتى يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يعني موجودين نحن تنحنحون ويرفعون أصواتهم بالذكر فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن ينصرفوا وكل رجل يصلي وبين عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليه خشية أن تفرض على الأمة ولو فرضت على الأمة لا شق على الناس ما كل أحد يستطيع أن يصلي التراويه وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح جماعة وأقر الصحابة الذين صلوا خلفه ثلاثة ليال هم يصلون خلفه في الليل الرابعة توقفوا بيّن لهم السبب خشية أن تفرض على الأمة ويشق عليه فلما جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا في عهد أبي بكر الناس يصلون التراويح الرجل والرجلان والثلاثة هذا رجلين هنا يصلون ثلاثة هنا ثلاثة أربعة هناك واحد لوحده في المسجد وفي البيوت فلما جاء عمر رضي الله عنه وجد يعني أن هذا لا يتفق مع مقاصد الشريعة من الاجتماع شريعة الجماعة فأعاد الناس على ماذا أحيى سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحيى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال دخلوا إذا الناس يعني يصلون أوزاعا الرجل مع الرجل والثلاثة فجمعهم أعادهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والأحيى رضي الله عنه وأرضاه ثم كلف تميم الداري وأبي بن كعب يصليان بالناس فكانوا يقرؤون بالمئين يعني مئات الآيات يقرؤون ولذلك الحديث الذي ذكرته حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة وهذا حث وتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة مع الإمام بل هذا الحديث يشير إلى أن صلاة التراويح ستعود إذا تأملت هذا وربطت مع الأحداث أن صلاة التراويح ستعود وهذا من دلاء نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فعادت صلاة التراويح جماعة كما صلىها الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصبعت ولله الحمد حية منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم توقفت الفترة هذه بشكل المعهود الآن إلى يومنا هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا والناس يصلون التراويح أم فيصل من دبي بارك الله فيها تقول عندي متلازمة الجفاف التام بسبب إصابتها بالذئب الحمراء تقول يعني أحتاج أثناء الصيام إلى المضمضة لأن أعاني من جفاف تام جدا وأيضا أعاني من البلغة مؤطر أخرج البلغة ما حكم صيام أم فيصل شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك ورفع الله درجتك أخت الفاضلة بالنسبة للصائم سواء كان محتاجا إلى تبليل الشفتين أو المضمضة أو غير محتاج يجوز وصوهم الصحيح ولله الحمد والمن وأنت بأمس الحاجة إلى المضمضة أو إلى ترطيب الشفتين بالماء ما في بأس ولله الحمد والمن ولا يضرك هذا الشيء ولو اغتسلت باليوم الواحد أكثر من مرة وأنت صائمة لا أحرج عليك ولله الحمد إذا اعتقدت بأن الاغتسال يرطب الجسم ويضيف إليك أشياء تساعدك على إمرار اليوم بسلام وأنك تفطرين في وقت الغروب طيب بارك الله فيك ما يضرك أما قضية البلغة مختلفة أنت غير مكلفة بإخراج البلغة الذي لم يخرج إلى الفم فوجود البلغة يعني في أعلى الصدر هذا لا يكلف الإنسان أن يخرجه هذا نوع من الوسوسة ولذلك ابن الفاضل أنت غير مكلفة فلو دخل البلغة صومك صحيح ولله الحمد والمن أما إذا خرج إلى الفم تلفظين إذا خرج إلى الفم تلفظين أما وجود داخل في منطقة الصدر أو أعلى الصدر ما بين الصدر والحنجرة هذا ما يضر ولله الحمد ما يضر حتى لو دخل ما يضر لك ولله الحمد والمن سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني عندنا انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل رمضان بيوم رسالة تفيد بأنكم أنووا الصيام هذه الليلة الصيام رمضان كاملا وقولوا اللهم إني نويته صيام شهر رمضان إلى آخر ما ذكرت سارة بارك الله فيك أولا بالنسبة للنية شرط من شروط صحة كل عبادة قولية كانت أو فعلية بدنية أو مالية يجب على الإنسان أن يستحضر النية لكل عباد كل عباد حتى الحج والعمرة النية محلها القلب والصلاة والزكاة والصيام وبقية وبر الوالدين صلة الأرحام الصدقة الوقف كل هذا ينويه الإنسان والنية محلها القلب وليس اللسان ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه كان يتلفظ بالنية ما كان يتلفظ بالنية ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتلفظون بالنية ما يجوز للإنسان أن يقول اللهم إني نويت أن أصوم لماذا؟ لأن هذه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والله تعبدنا بالإخلاص له وبمتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المشهورين المتبوعين المشهود لهم بالاجتهاد ومتانة الدين والعلم ما كانوا يقولون نوينا أن نصوم نوينا أن كذا فلذلك هذه بدعة من البدع وهذه تسمى من البدع الإضافية البدع الوصفية فلذلك ما يجهر الإنسان بالنية النية محلها القلب النية يقول العلماء هي عزم القلب على فعل الشيء الممكن حصوله فإذا خطر بالإنسان في نفسه بأنه غدا رمضان غدا سيصوم هذه نية اللي يقوم الآن للسحور هذه نية اللي يقوم للسحور هذه نية اللي يستحضر أن يصلي التراويح ويروح ينام وناوي إن شاء الله يصوم من الغد يكمل يعني هذا نية أما قضية النية بالنسبة لرمضان هل هي نية واحدة أو لكل ليلة نية جمهور العلماء يقول لكل ليلة من ليلة رمضان نية خاصة هذا قول جماهير أهل العلم والنية ما هي الاستحضار استحضار يعني تذكر أن غدا صيام في مذهب من المذاهب الفقهية وهو قول حقيقة جيد أن الرمضان لما كان عبادة واحدة يشترض فيه تتابع صيام أيامه يكتفي بنية واحدة من أول رمضان من أول رمضان نحن نصمنا يوم السبت ليلة السبت نوى الناس أن يصوموا رمضان كامل إلا إذا قطع الصائم صيامه بفطر بسبب عذر شرعي كسفر أو مرض أو امرأة حاضت مثلا فإذا عادوا إلى الصيام يستأنفون نية جديدة يستأنفون نية جديدة فلذلك لو شخص قال والله في قلبه نوى أن يصوم رمضان كاملا هذه نية عامة تكفيه ولله الحمد مع أن أنا ما أتصور أن أحدا يصوم رمضان وما يستحذر نية الصيام أبدا لا أتصور لكن العلماء عندما يذكرون هذا يذكرون في حالات يحتاج إليها الناس مثلا شخص جاء قبل صلاة المغرب مرهق من عمله مجهد من شغله فنام نام يوم من أيام رمضان وما أستيقظ إلا بعد أذان الفجر يحصل أو لا يحصل في ناس سبحان الله من شدة التعب ينام طيب الآن محل النية أين؟ الليل الآن هو الليل ذهب في النوم ذهب في النوم قال العلماء فما دام أنه نوى من أول رمضان أن يصوم رمضان كاملا كفته هذه الني واضح؟ بارك الله فيك فظري أم شاهد أم شاهد السلام عليكم عليكم السلام أفت الله يا شيخ عندي بنت مطلقة نعم وبغيت أعرف شو عدتها كيف تكون عدت يعني تطلع من البيت ما تطلع شاء يلا جزاك الله خير مرحبا طيب سارة من ليبيا تقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة صلاة والسلام إيمانا واحتسابا اخت سارة بارك الله فيك نعم جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما قوله إيمانا إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بشرعه وحكمه سبحانه وتعالى واحتساباً احتساباً للأجر لأن هذه العبادات فيها مشقة فيها مشقة لكن مشقة محتملة ولله الحمد فيحتسبها الإنسان في سبيل الله إيماناً بالله واحتساباً للأجر من الله يلا أمم محمد تفضل يا أمم محمد السلام عليكم عليكم السلام مبروك عليكم الشيخ يا عبد الله يبارك فيك الشيخ إسمحتي زوجي شوي كبير وصايم هو صام الحمد لله يصوم لتنشوي يضيع والبارح صايم مكمل الصيام لتنشوي ومدن لدان قبض غرشة الماء وشرب ماء أذان الفجر ها نعم مرة عند لدان بعدما وقف لدان هو شرب الماء وعقله معي يا أمم محمد عقله معه عقله لا عقله يضيع ساعات يضيع وساعات يتكلم منها يعني عادي والحمد لله صاحب ما فيه مرة إنسان كبير إن شاء الله أبشر يا أمم محمد الله سلمك الله مرحبا سارة من ليبي تسأل أن حكم غطاء يسمون السفرة أو شيء تقول يوضع على الأكل مكتوب عليه رمضان كريم أو شيء من هذا القبيل أختي سارة بارك الله يعني إذا كان هذا الغطاء أو السفرة التي توضع ليس فيها شيء من الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوي يظهر بأنه لا حراج لكن مسألة ذكر رمضان كريم أو شيء يعني يتنبى له الناس فلفظة رمضان كريم إضافة الكرم إلى رمضان هذا محل يعني انتقاد عند أهل العلم والكرم والبركة من الله عز وجل ولذلك الإنسان يتنبه لمثل هذه الأشياء ولا يستخدم مثل هذه العبارات أو يضعها أيضا محل الامتهان السفرة هذه تلقى في المزابل وفيها رمضان ورمضان يعني لفظة عربية جاءت في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فتنبه لهذا تنبه لا يوجد داعي لمثل هذه الأشياء سارة تسأل عن كيفية قيام الليل تقول إذا كان الشخص يحب الإطالة في قراءة القرآن تقول يعني السجود الركوع والسجود يستطيع عليه لكن بالنسبة للقيام والجلوس بعد ذلك هل يبدأ القيام أو يبدأ الصلاة جالسا اخت سارة بارك الله فيك بالنسبة للسنة لو صلاها القادر على القيام جالسا جازت ولله الحمد أو صحت ولله الحمد وله نصف أجر القائم نصف أجر القائم إذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا الأمر الثاني بالنسبة للشخص الذي يريد أن يطيل قراءة القرآن ولكنه يتعب أثناء القيام فالمشروع في حقه أن يكبر قائما ويقرأ الفاتحة قائما ويقرأ ما تيسر مما يستطيع ويقدر عليه ثم إذا شعر بتعب جلس إذا شعر بتعب جلس ويكمل قراءته للقرآن ثم إذا جاء فترة الركوع قام إذا جاء للركوع قام ثم يركع ويسجد بشكل طبيعي وقد ثبت هذا من حديث عائشة وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سارة تريد نصيحة لمن لديه والدان أن يقرأوا معهم القرآن حتى يعني يكونوا قد ختموا معهم وشيء من هذا القبيل أخت سارة أولا تشكرين على هذه النصيحة ونحن كررنا حقيقة كثيرا يعني النصائح للأولاد بالاهتمام بالوالدين لا سيما الذين لا يحسنون القراءة أن يقرأوا معهم أو يقرأوا عندهم حتى يستمعوا إليهم أو أن يصححوا لهم القراءة إن كانت قراءتهم فيها لحن مثلا فأنا أؤكد على ما ذكرته الأخت سارة من هذه النصيحة الطيبة أن كل من لديه والدين لا سيما من لا يحسن القراءة أن يقرأوا عندهم أو أن يقرأوا عليهم مثلا ويحتسبون الأجر في ذلك صالح بن أبو ظبي يقول أوضاع اليمن تعرف بأنها صعبة جدا ممكن نرسل الزكاة إليهم أخي صالح بارك الله فيك نعم يجوز لعلك التبس عليك ما ذكرته مع الأخ أبو علي ضيم من العين أو عفوا ناصر ناصر من العين ناصر من العين يريد أن يأخذ الزكاة ويطرع فيها للحرمين يعطيها للعمال ما تدري العمال هؤلاء قد يكونوا لا يستحقون الزكاة ليس كل عامل يا أخي ناصر يستحق الزكاة وسامحني يمكن أنا كنت ناوي أنبع على هذه لكن الآن سؤال الأخ صالح نبهني ليس كل عامل يستحق الزكاة بعض العمال ما يستحق الزكاة عنده كفاية فلذلك أيضا في تنظيم الآن طيب جميع دولنا الآن تنظم مسألة الزكوات والصدقات وأن المتسولين هؤلاء يعني يجب ضبطهم خاصة مع وجود ممارسات ووجود نماذج سيئة جدا وابتزاز للناس وضحك على ذقون الناس واستدرار عاطفة الناس الآن ويتبين بأن هؤلاء يستعملونها استعمال سيء نسأل الله العافية والسلامة ولذلك من في الحرمين مكتفين ولله الحمد بالنسبة للأخصال لا يقول وضع اليمن وضع معروف وضع اليمن وضع معروف ما دمت أنك تثق بأن الزكاة ستذهب وتضعها في يد أناس فعلا من جماعتك أقاربك جيرانك هناك أو توكل فيها أحد الثقات أن ما تقع إلا في أيدي ناس ممن قال الله جل وعلا فيهم للفقراء والمساكين وبقية الآية ما في بأس ولله الحمد والمن خلاص أم شهد أعتذر سامحيني أم شهد انتهى وقت البرنامج لكن إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على سؤالك وأيضا سؤال الأخت أمم محمد من أبو ظبي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة